بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تحيتي إلى جميع المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن الإخوان كتعرفوا بهذه الأزمة اللي كتمر منها البلاد دي لها الجائحة دي الكورونا يعني كينين بعض الإخوان محتاجين لنا اليوم الجمعية المغربية لمساندة مرضى السرطان لا هي ولا جميع الجمعيات قاموا بواحد العمل جمعاوي وداروا واحد المساهمة لجميع الإخوان والأخوات المصابين بمرضى السرطان داروا واحد القفات في هذه الأزمة دي الكورونا وفرقوهم على جميع الإخوان والأخوات المصابين بهذا المرض هذا اللي ينجينا وينجيكم واليوم رهم كيقوموا بواحد الجمع باش يجمعوا واحد باش يتعونوا مع الإخوان دينا لا من بينهم المصابين مرضى السرطان ولا من بينهم الإخوان اللي كانوا كي يخدموا جورني للي ما في حال همش هاد الناس هادو محتاجين لينا ومحتاجين المساعدة هاد الاخوان هادو رك عارفين كي اللي مخدمش شهر ودابا زادو هاد الشهر ديال ديال التمديد يعني الناس رها محتاجها لنا ومحتاجها لهاد الدعم هادا الله يجازيكم بخير كنطلب من جميع المحسنين والمحسينات والاخوان داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن يتعونوا مع هاد الاخوان هادو يتعونوا مع هاد الناس هادو رها لو كان ما سيدنا قام بهاد المبادرة ديال الصندوق ديال جائحة كورونا يعني الناس ما نعرف رها شنو غادي يوقع لا اله الا الله محمد رسول الله يعني سيدنا الله ينصروا رها قام بهاد المبادرة وتعاون مع الناس هاد الناس المحتاجة وهاد الناس ضعفة ولاني ما زال خصم الاخوان يعني آل في درهم رمى عندهم مدير. آل في درهم في الشهر رمى عندهم مدير. يعني لازم تعاونوا مع الاخوان هادو. خاصة نتعاون معهم كما كيتعاونوا الجميع المحسنين و المحسنات و كأن الاخوان الفاعلي الجمعوي اللي يجازين بخير. يعني وجدوا لهم غاديك القفة باش يديروا فاشوية مصروف و يعطوها الجميع الاخوان. را كينشي اخوان كانوا يخدموا جورني. اليوم ما كيخدموش. الله يحسن لعون. يعني باغينا نتعاونوا معهم. ومحتاجين راعدنا دابا في 200 واحد اللي راح نواصلين دابا يعني غادي نقوموا بوحد الباديرة باش نديروا نجمعوا واحد المبلغ باش نديروا القفة الرمضانية إن شاء الله وسيدنا رمضان راعد الأبواب بغينا نتعاونوا مع الإخوان هادو لا من بينهم الناس اللي مصابة بمرض السرطان ولا من بينهم الناس اللي محتاجوا وما عندهاش مساكن كانوا يخدموا وكان اللي كانت تخدم في الديور كان اللي كان يخدم منافري يعني ملقى فيني يخدم دابا خاصنا نتعاونوا معهم الله يجازيكم بخير وكان ناشد جميع المحسنين والمحسنين ديل هاد البلد الساعد من داخل أرض الوطن ومن خرج أرض الوطن ومن طنجحت القويرة كان ناشدوكم باش تعاونونا باش تعاونونا ونتعاونوا مع هاد الناس هادو الله يجازيكم بخير اليوم الجمعية المغربية لمساندة مرضى السرطان كأتطلب منكم يد المساعدة لجميع الإخوان والأخوات المحتاجين الله يجازيكم بخير الإخوان الله يجازيكم بخير وكنشكر جميع المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن وكنوجه تحية شكر وتقدير إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والأسرة العلوية الشريفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته